أحبابنا موضوعنا الآن رح نطلق معاكم وهو موضوع الطاقة ويعتبر من المواضيع اللي لاقت اهتمام عالمي كبير جدا وكانت هناك محاولات عدة للعثور على الحلول العلمية الكويت يعني أيضا بيظل معاهداتها واتفاقاتها وغيرها وأن يجب أن تكون هناك طاقة بديلة وطاقة نظيفة وهذه الأمور هذه معاهدات دولية في كثير من العواصم العالمية العالمية أعلنت أن في السنوات القليلة القادمة خلاص رح تكون المدينة هذه خالية من الشوائب وغيرها وممنوع دخول أيضا بعض السيارات اللي تعمل على البترول وغيرها تكون كلها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة اليوم رح نتعرف على هذه الطاقة الطاقة البديلة وتفاصيلها وميزاتها شنو إيه الطاقة البديلة قاد نتكلم عنها وكيف نحن نحصل عليها وهل هي متوفرة عندنا بالكويت أو لا وهل هي فيها تكلفة أو ما فيها تكلفة كل هذه الأمور مع ضيفنا الدكتور يحيى الهدبان وهو باحث علمي مشارك في معهد الكويت الأبحاث العلمية مساك الله وخير دكتور حياك مساك الله وخير 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 راشد الله يسلمك طول لعمرك كيف حالك طيب إن شاء الله بخير أسعب خير طول لعمرك المقدمة اللي قلناها بنفس موضوعنا أم هي بعيدة عن الموضوع لا لا في صميم موضوعنا إن شاء الله إن شاء الله اليوم الكويت خلنا نعرف أول شيء من البداية حتى المشاهد يمشي معنا خطوة شنو الطاقة اللي احنا قاعدنا نتكلم عنها الطاقة البديلة نعم نحن قاعدنا نتكلم عن الطاقة البديلة وبالتحديد الطاقة المتجددة طبعا يعني الكويت بدت في هذا المسار من أيام السبعينات ولكن التقنية والتكنولوجيا من ذاك الوقت كانت مكلفة اقتصاديا يعني كدولة مصدر ثراءها النفط ما كان من المنطقي إن أنا أتوجه إلى الطاقة البديلة وأحاول أني أضع على نفسي يعني تكاليف اقتصادية مجهدة وأنا عندي نفط كمصدر ثراء أقدر أنا أبيعه بدون ما أكلف عن نفسي وما أشتغل ضد مصدر الثراء هذا ولكن يعني مع مرور السنين صار أن التقنية نفسها والتكنولوجيا تطورت وتكلفتها يعني بدأت تنخفض بالإضافة إلى أن بدأت الإنبعاثات من الدول الصناعية تزيد مما أدى إلى المواضيع اللي نسمع عنها الآن طبقة الأوزون طبقة الأوزون والاحتباس الحراري والتلوث البيئي والأمور هذه كلها فبدأت الأمم المتحدة بوضع قوانين وعقوبات على الدول اللي قاعدة تبث هذه الغازات يعني فيه اتفاقيات دولية وقعت عليها أغلب الدول تقريبا نعم وآخر اتفاقيات وهي ملزمة بالضبط بالضبط وآخر اتفاقي كان اتفاقي باريس نعم حيث أنه يعني فيه التزامات بالتخفيض من جميع الدول الصناعية وبالنسبة لدول غير صناعية مثل دولة الكويت دول الخريج احنا يعني التطبيق يكون طوعي ولكن يعني خلينا نقول احنا الكرة الأرضية هذه بيت الجميع صحيح فمن الطبيعي أني أنا أحاول أحافظ على هذا البيت وإني أقل الإنبعاثات قدر ما أستطيع فلذلك كان يعني توجه دولة الكويت منذ يعني عام 2012 حضرت صاحب السمو أطال الله في عمره في مؤتمر تغير المناخ في الدوحة في عام 2012 أعلن قال أن الكويت بإذن الله ستصدر 15% من الطلب على الكهرباء من مصادر طاقة متجددة في عام 2030 15% نعم ومن ذاك الوقت يعني بدأ معهد الكويت الأبحاث العالمية بالعمل الدؤوب مع مؤسسات الدولة للوصول إلى هذا الهدف وأعتقد اخترته فيه أشياء يعني تم إنجازها على أرض الواقع واخترته بعض البيوت الخاصة وبعض المؤسسات الدولة وعملت فيها اللواح الشمسية وغيرها كلمنا عن هذه التجربة دكتور صح طبعا يعني إحنا مثل ما تقول يعني كتقنية ناجحة عن استوى دول العالم كان من المهم جدا قبل الله نحتضنها في الكويت ونضع يعني رؤوس أموال طائلة أن نستثمر فيها كان ضروري جدا أن نشوف هذه التقنية هل هي يعني مناسبة لدولة الكويت نعلم أن دولة الكويت نعاني من ظروف مناخية قاسية عندنا فصل الصيف فترة طويلة والحرارة متفعة ونواجه عوائق مثل غبار ورطوبة والأمور هذه كلها التي قد تؤثر على التقنية فبدأنا يعني على مثل ما يقولون إنشاء محطات نمطية حطينا عدة أهداف بمعنى بمعنى بمساطة حق الناس دكتور المحطات النمطية أن نضع مشاريع نموذجية على حجم مصغر فبدأنا على سوى المثال في موضوع إنشاء وتركيب محطات الطاقة الشمسية اللي هي هذه الدكتور اللي معانا على الهوى نعم أول شيء عشان نحتضن التقنية إنشأنا اللي يسمونه المختبر الوطني لفحص الخلايا الكهروضوية هذا موقع مختبر خارجي في معهد الكويت الأبحاث العلمية وبالفيديو نقدر نشوف مهندسين كوادر وطنية كويتية كانوا يعملون على موضوع إنشاء المختبر وإجراء الفحص حق هذه الخلايا الكهروضوية دعينا مصنعين عالميين لهذه الخلايا الكهروضوية إن يون الكويت ويختبرون منتجاتهم وكثير من المنتجات أو التقنيات التي كانت ناجحة في أوروبا وفي اليابان لما اختبرناها تحت الظروف المناخية الكويتية بدأت تظهر صعوبات ومشاكل ولكن الميزة من الاختبار إن صار هذه الشركات والمصنعين العالميين بدأ يضع الحلول إلى أن يوصل أن التقنية صار ممكن احتضانها واستخدامها في الكويت أو دول الخليج أو في الشرطة الأوسط في ظل هذه الأجواء المناخية الموجودة عندنا يعني تعمل أثناء الغبار تعمل أثناء المطر يعني ليس مطلوب أني أوفر عمال ينظفونها من الغبار حتى أنها تأخذ الطاقة الشمسية وتخزن عندي في بطاريات لدرجة عالية من الكهرباء حتى أنها توفرها على مدار 24 ساعة طبعا هذا كان أحد أهداف المشاريع النموذجية هذه النمطية المصغرة أن أنا أشوف شنو المعوائق شنو الصعوبات اللي أنا قاعد أواجهها وبناء عليه راح أحط استراتيجيات لحل هذه المشاكل من بينها الغبار مثلا على سبيل المثال إحنا في السابق كنا نعتقد إذا أنا ركبت خلايا شمسية لازم كل يوم أقسلهم والماء يعني مثل منتج يعني مكلف لأن أنا أسوي تحليه وما أدري إيش فألازم كل يوم أقسلهم لأن ما رح ينتجون كذا فلما سوينا مشاريع سوينا مشاريع ركبنا خلايا شمسية كهرباء بالتعاون مع مؤسسة الكويت تقدم العلمي في جمعيتين وسوينا مشاريع أهم في فوق المنازل واكتشفنا أن موضوع التنظيف على سبيل المثال ما أحتاج أنا أسويه كل يوم ولا كل أسبوع بل قد يعني يمر فترة أن يكون بعد شهر أنا ممكن أن نظف لأن خلال فترة شهر تراكم كمية الغبار المتراكم ما تكون مضرة أو مؤثرة على كفاءة الإنتاج فلاحظنا أن موضوع الصيانة اللي كنا كنا خايفين كتكلفة عالية نحن قادرين نتعامل معه دكتور هذه الألواح الشمسية مرتبطة ببطاريات يعني أنا عرف هذا الأمر وأعلم تماما أن هناك بعض الجهات العسكرية تستخدم هذا الأمر أن هذه الألواح الشمسية تحول هذه الطاقة إلى بطارية تخزن الطاقة فيها وتعطيني 12 ساعة أو تعطيني 24 ساعة عملية التخزين هذا وثاني يوم لما تطلع الشمس تخزن هذه البطارية يعني ممكن إذا يوم التنظيف البطارية عندي بفولة راح تعطيني اليوم كامل صح إذا تشرح هذا الموضوع طبعا إحنا فيه موضوع أهيئ بس أنا أقول أن فكرة البطاريات مثل ما قلت حضرتك أنه اللي أنتجه يأمن أستهركها الآن أو أن أخزنها في بطاريات عشان نستخدمها في وقت المساء أو في وقت ثاني على حسب توفيرك لهذه البطاريات كيف بطارية انتحها ولكن إحنا بدأنا نطبق المشاريع اللي عندنا عساس نشوف الجدول الاقتصادية من الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة ما وصلتوا لأهي من ناحية عفلوس الصارف في تكلفة أولى اللي وصلنا لأهينا استخدام على سبيل المثال الخلايا الشمسية الكهروض الضوئية مثلا في المدن وفي عدة أماكن كإنتاج مباشر لأنا أنتجه الآن استخدمه في الشبكة يعني منافس لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية من محطات القوى اللي عندنا على سبيل المثال قد يكون استهلاك يعني قصدي تكلفة إنتاج الكهرباء بعد ما نزيل تكلفة الإنتاج وكذا من الطاقة التقليدية 23 فلس إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروض الضوئية تصل قد تصل إلى 28 فلس فالسعر جدا مقارب إذا أنا نظرت إلى الجوانب الأخرى جوانب الأخرى ستكون صديق للبيئة ورح تقضي نحن نحرق نفط في تشغيل البطاريات الكهرباء وهذا عصر واحد مهم أنا إذا وفرت هذا النفط في وقت أنا أستخدم الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية والنفط في وقت كان سعر بلوين النفط 140 أنا أقدر أرى سواقلة عالمية بدل الحرق عندي أبيعة أنا حفظ على البيئة وأنا لقيت مورد اقتصادي جديد وإن كان الفرق يعني خمس فلوس زيادة طبعا وهي أنا أقول لك على سبيل المثال وهي ثقافة دكتور يعني لو كل بيت يزيد عند البطاريات رح أيضا يقللها التكلفة شوي شوي أي بس أنا كنت نتهاي حق نطل استخدام الخلايا الشمسية الكهرباء مباشرة كجدوى اقتصادية مجدي ومنافس للطاقة التقليدية ولكن أول ما أفكر أني أدخل البطاريات سيتضاعف سعر الرأس المال الاستثماري إلى ثلاث أضعف فبالحال هذه كجدوى اقتصادية ما رح تكون مجدية البطاريات قصتك تخزين هذه الطاقة التخزين التخزين كدولة مثلا تضع البطاريات لكن كأفراد نحن نتكلم أنا على الأفراد على الأفراد بالبيت عندي أنا راشد عندي ألواح شمسية شريتها حطيتها حطيت البطاريات لما الأي أضيف عنصر البطاريات حق الخلايا الشمسية رح تضاعف السعر إلى ثلاث أضعف لكن لما أخذ الطاقة مباشرة نفس السعر ثمانية وثلاثين فلس بالضبط قلنا بالكويت شونو قلنا قلنا أن الآن اللي نعاني منا في الكويت ساعة الذروة اللي إيهما بين الساعة 11 إلى الساعة أربع أو أربعة ونص تقريبا للعصر وهذه بسببت ساعة الذروة يكون طلب على الكهرباء أعلى مدى فبسببت هذه الفترة القصيرة الدولة كل شمسنا قاعد تطر أن تبني محطات قوة فأنا لما أستعين بالطاقة المتجددة والطاقة الشمسية حق ساعة الذروة وأنتج الشمس متاحة والإشاعة الشمسي والسطوع الشمسي ممتاز سرعة الرياح بسببت الحرار تكون مناسبة فأنا أنتج فيها الفترة وغذي إلى الشبكة أدعم الشبكة فبالحالة هذه أنا راح أحجب الحاجة من أني أنشئ محطات قوة يديدة تكلفتها على الدولة مليارات فبالحالة هذه استخدام الطاقة البديلة الشمسية أو الرياح مجد أكثر من أني أنا أستخدم مثلا بطاريات وتخزين وكذلك الآن تكلفة عالية ولكن يعني كم عهد أبحاث وبمبادرة يعني بوركة موافقة حضرة صاحب السوم وشيخ صباح الأحمد طالب عمره كان في عندنا مبادرة إنشاء محطة الشقاية للطاقات المتجددة وهذه المحطة يعني مشروع ضخم يتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى هو إنشاء المحطة لو هذا معنا على الهوى نعم هذا محطة الشقاية طبعا محطة الشقاية هذه مساحتها 100 كيل متر مربع نعم الهدف من أننا نركب فيها ماي ساعتك 2000 ميجا وات تقريبا 2 جيجا من خليط الطاقة النظيفة نعم ولما تكلم خليط نقول الطاقة الشمسية بنوعيها الحرارية والكهرضوئية وطاقة الرياح عشان نوصل لحق الهدف هذا شنو سوونا بمعهد البحاث سوونا حق الكويت خريطة شمسية وخريطة رياح الخريطة الشمسية حددنا وين أماكن السطوع الشمسي والتركيز الشمسي وين أماكن الرياح اللي تكون مناسبة لإدارة التوربينات الهوائية اللي أنا أقدر أنتج منها فلقانا أن من أنسب الأماكن اللي هو موقع الشقاية اللي هو قريب من السامي أو قريب من القرية التراثية نعم وبناء على اخترنا هذا الموقع لأننا ننشئ عليه محطة الشقاية الطاقة المتجددة المشروع هذا باختصار هو من ثلاث مراحل أول مرحلة ستكون 70 ميجا المفروض الآن خلال الشهر هذا إن شاء الله أو شهر ونص ستكون 70 ميجا تشتغل بشكل كامل وتغذي الشبكة الوطنية 70 ميجا وات 70 ميجا وات ما تشغل 70 ميجا وات حتى نقرب 70 ميجا وات سأقولك شغلة هي خليط من 10 ميجا طاقة شمسية كهروضوئية و 10 ميجا طاقة شمسية عفوا طاقة رياح و 50 ميجا طاقة شمسية حرارية نعم تعلم تماما دكتور بأن عملية الإيصال في طاقة ضائعة أيضا من السبعين دعني أقولك شغلة عادة طاقة ضائعة في المحطات التقليدية تكون من موقع الإنتاج الجنريشن الطاقة النظيفة على سبيل المثال الخلايا الشمسية الخلايا الشمسية لا يكون فيها اللوسس أو الخسائر هذه بسبب أن هذا نظام خلايا شمسية تستقبل أشعة الشمس يتحول للمحول أو الإنفيرتر من الإنفيرتر روح حق سبستيشن محطة المحلية حق المحطة وهذه نحن شابقينها مع محطة وزارة الكهرباء نعم تشبك فلذلك الخسائر ليس مثل الجسم بالعكس هذه عوار رأسها أقل خسائرها أقل نظيفة وصديقة للبيع وصديقة للمستخدم نفسها لكن اللوح الشمسي نفسه كم يعطيني الطاقة يستقبل فيه ألواح شمسية خمسين فيه ألواح شمسية أمية نحن الآن قلنا أن المحطة عموما ستكون هذه أول مرحلة 10 ميجا وات هذه اللوح أو الواح الشمسية مركبينهم ساعتهم كلهم مجموعين مع بعض 10 ميجا مثل التوربينات بعدهم التوربينات الهوائية التي نحن مركبينها المرحلة الأولى هي 5 توربينات كل توربينات 2 ميجا فسيكون 10 ميجا موزع على 5 توربينات نعم بالإضافة إلى الطاقة الشمسية الحرارية الأطباق المقاعرة هذه ستكون 50 ميجا نعم الطاقة الرياح العشرة ميجا والطاقة الكهروضوئية من خلال هذا شبكناهم تم شبكهم مع شبكة الكهرباء الوطنية في شهر 11 2017 هذا الطاقة الرياح هذه التوربينات الهوائية هذه العشرة ميجا التي أول تسمعها الكهروضوئية تم شبكهم مع شبكة الوطنية في وزارة الكهرباء وقعد تغذي الشبكة يعني هذه ستشتغل عن طريق الهواء ما في كهرباء تشغل التوربينات هذه لا لا هو تستخدم سرعة الرياح الموجودة في الموقع وتنتج كهرباء بالضبط الآن نحن انتهينا من موضوع الخمسين ميجا حق الطاقة السمية الحرارية لأول مرحلة وسيتم يعني جاري تجريب شبكة مع الكهرباء لأن الشبكة هم يعني ما تجد تشبك مباشرة لازم تكون عندك فترة تجربة وتشوف كل شيء ما يجتم بعدين شهر شهر نص إن شاء الله رح يكون العمل تام والسبعين ميجا بإذن الله رح تضخ إلى الشبكة طيب الآن محطة الشقاية كمحطة كاملة 2000 ميجا يعني متوقع أنها تغذي 100 ألف بيت على مستوى دولة الكويت 100 ألف بيت نعم 100 ألف بيت بتكييف بإضاءات نعم نحن الحين الشبكة هذه المحطة هذه رح تغذي الشبكة تمام فهي قاعد تاخذ بالإضافة إلى الكهرباء من المحطات التقليدية الإنتاج الذي عندك من المحطة هذه قاعد يروح للشبكة إحين شنو الاستهلاك في المدن ولا في المناطق ولا في البيوت رح يأخذون من الشبكة على طول مو من المحطة مو من المحطة من الشبكة إذا المحطة هي مساعد للشبكة عليك نور وهذه كلمة مهمة نحن نقولها دائما والسؤال يتكرر يعني هل ممكن أن الطاقة المتجددة تحل محل الطاقة التقليدية ونقول عن مستوى دول الخليج وعلى مستوى الوطن العربي وحتى أنا أقدر أقول عن مستوى العالم أن الطاقة المتجددة ستكون دائما مصدر داعم للطاقة التقليدية لأن هناك تحديات أخرى لا نستطيع نتعامل معها هناك الشبكة الكهربائية أيضا الخليجي وفي مشروب كبير هذا لا يوجد بأس دائما يمكن الدولة يكون عندها خليط من الإنتاج وأي شيء ينتج لغد ذلك إلى الشبكة الوطنية أو الشبكة الإقليمية دعنا نقول ولكن على سبيل المثال الولايات المتحدة مع كل الساعات التي يركبوها عندهم تقريبا يمكن وصلين 15 أو 20% فقط الصين مستوى التسييص مساحات شاسعة هناك كبيرة تتكلم وهذه أحد أكبر تحديات بالكويت نحن عندنا ما عندنا مساحات شاسعة تسمح لنا أن نبني نركب هذا الكم الهائل ولكن تعلم تماما دكتور أن هناك التكنولوجيا الحديثة أيضا اليابانية والأمريكية وغيرها هناك ألواح شمسية مضغوطة وحجمها أصغر وتكلفتها أقل ويعني تخزن فيها طاقة أكبر يمكن وصلت إلى 100 100 ميجا أعتقد وألواح شمسية صغيرة جدا وتكلفتها قليلة جدا صحيح وهذه يدخلنا على يعني ختاما بالتكنولوجيا الحديثة متابعين لها أنت وعدا نعم طبعا نحن هذه دخلنا على مشروع المنازل نحن كان فيه بالتعاون مع مؤسسة الكويت تقدم العلم يمكن أن المشروع تركيب خلايا شمسية فوق أسطح المنازل نعم وكان مفرد نختار 150 بيت المشروع مدته سنتين وبدأنا وفتحنا موقع وبدأوا المواطنين يسجلون تقريبا وصلت تسجيل إلى 6 ألاف يعني المواطن بس بعدين لما بدأنا نحن نفلتر وكل واحد نسجل نروح إلى الموقع ونقيم المكان كنا نحتاج فوق سطح كل منزل مساحة 70 متر مربع للأسف أحد أكبر التحديات من الكويت أن أنا من أبني بيتي ما أوزع مكان تكريف طريقة مناسبة خلونا بالنص يصير بالضبط ويصير عندك الدكت بعد منتشر بالسطح يضيع عليه كل المساحات فيصير ما أقدر أركب ما عندي 70 متر أني أركب 10 كيلوات 10 كيلوات تقريباً يعادل 5 مليون من كهربة البيت تقريباً فما عندي هذه المساحة أني أنا أركب لو أنا بغيت نظام شمسي يشغل كل البيت مع التكييف أنا راح أتاج إلى فريج عشان أشغل البيت واحد أعرف شون ولكن نحن نقول الفكرة أنه يكون فيها مثل ما قلون بالإنجليزي وين وين سيتيواشن رابح رابح شلون أنه لو أنا أستغل أسطح المنازل في دولة الكويت وأخليها تنتج كهرباء وبدل أنا لا أستهلك الكهرباء في بيتي لأنها بس 5 مليون مو بالأكس أنا أنتج وأغذي الشبكة فتصير شبكة الدولة أيوة فتصير المنازل أسطح المنازل صير إيه محطة قوة قاعد تغذي الشبكة لو طبقنا فكرة على سبيل المثال الشركات الخاصة في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا أنت عندك في بيتك أنت تنتج وتبيع الشبكة وأنت تأخذ من الشركة تستهلك صحيح فلو قلنا عشان شجع المواطن ممكن الدولة تشتري إنتاج المواطن بسعر 40 فس للوحدة وأنا لما أستهلك تحاسبني بفلسين فبالحال هذه الدولة ما بنت محطات يديدة ما تكلفت مليارات والكل استفاد الوطن والمواطن بالضبط فالحكومة استفادت والدولة استفادت والمواطن استفادت ختاما مشروع الشقاية مترحيرة النور إن شاء الله بإذن الله المرحلة الأولى خلال شهر راح هذا المرحلة الثانية في 2021 الثالثة 2025 إلى 2030 تكون محطة كاملة ورح يكون بإذن الله نبدأنا في 2000 ترى بس في أخبار حلوة أنه في إضافات فراح إن شاء الله نوصل لحق الرؤية وهدف حضرة صاحب سمو أنه إنتاج كهرباء 15 مليم من الطبع الكهرباء في دولة الكويت في 2030 إن شاء الله راح نكون أكثر من هذا النسبة بإذن الله أكثر من هذا الرقم إن شاء الله ونتو قدها إن شاء الله الله يسلم بارك الله فيك دكتور يحيى الهدبان باحث علمي ومشارك بمركز ابحاث الطاقة والبناء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا نشفت ريجي شكرا ضيفنا الكريم وستمرين معكم بعد الفاصل